اللي انت شايفو ده ده البولدوزر اللي هو بيحط بيرش ببساطله كويس كده هتلاقيه بيرش ملح وطراب ورملة لان الملح يدوى بالمية والرملة تديلك التركشن التركشن اللي هو بيسموها الجريد الجريد اللي هي الاول يدوب ملح في الملح يطيق يشيل المية من على الارض والرملة تقوم بتعمللك جريد زي مصامير كده في الارض وحس العجل بتاعك ما يلفش على المية ما يحصل لهوش حاجة اسمها هايدرو بلاننج اللي هو الزحلقة على المية عندما تيجي تجري على المية وتمشي ويكون الارض فيها مية ومفيش فيها زلط المية تشيلك وكأنك بالضبط طاير على المية العربيات اللي هي السبب اللي هي الحوادس اللي بتخصل في الشتف او في المية هو الهايدرو بلانيكا اللي هو المية ترفع العجل من العجل مش قادر يعد في الارض عن طريق الرملة من طريق التراب وبيتغلبوا على الحكاية دي دلوقتي بانه هو بيعمل لك الارض بيعمل لها ميلنج ميلنج يعني يخربش الارض يعني مثلا في المطارات لما يجي يحط الخرصانة في الممرض اللي تنزل عليه الطائرات قبل ما الطائرة تنزل عليها لازم يخربشوه ينزلوا حاجة زي المنشار كده وتقوم بخربش الارض تامن فيها قنوات وعلشان ياخدوا رخصة ينزل عليها الطائرات في مرة من المرات مش فاكر انه مطار المطار الشركة بنت الارض الممر وقبل ما يعملوا عملية الميلنج اللي هي التحريم يعني يعمل فيه قنوات رفايعة قنوات رفايعة يخرموه علشان ما تنزل الطائرة ما تنزلعش فهم فتحوا المطار قبل ما يخربشوا الارض وطائرة ما عرفتش تقف ونزلعت وطلعت من الممر وخسرت حادثها يعني انها الحادثة اللي هي موجودة على اليوتيوب